يلبس ايه؟ احنا داخلين على فصل الشتاء بعد شوية الدنيا هتبرد تبس تتلاقي الام من كلفتها العيل فانيلا وبلوفر والجاكت بتاع المدرسة تبس لما لبس لبس كتير 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 تبس تلاقي العيل يعرق من جوه يعرق العيل لما بينشف يجيله برد فعلا تبس تلاقي الطفل داي يرشح ويخنفر على عكس ما انت متخيلة فانت هي طبقة ولا طبقتين ولبس يدفي لكن مش خمسين فانيلا وستاشر بلوفر وبعدين الجاكت علشان تحميه بالعكس انت ما بتحمهوش كده انت تلبسيه حاكتين يدفه ابرك من عشر كتع فوق بعضيها لان الكتع لما تبقى كتير 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 تتخلي العيل يعرق والعرق لما بينشف تبس تلاقي العيل فعلا يبرد فانت يبقى ايه تمالي بقول للبس للاطفال بنصح للامهات في المدرسة يبقى كتعة ولا كتعتين مثلا فانيلا والقميس وجاكت كويس يدف العيل لكن ما لبسوش ايه فانيلا وبعدين فانيلا حملات وبعدين فانيلا بنص كم وبعدين فانيلا بنص كم والام تبقى لابساها بالعكس وبعدين تحط له جورنان تحت الفانيلا عشان الهواء ما يخشش فيه ناس بتعمل كده ولا بشوفهم تبس تلاقي اجي اكشف على العيل عبال موصل لسدره عشان احط السماعة اشيل سبع فانيلا وبلوفرين فيه ناس بتعمل كده فاحنا دي حاجة مش كويسة لان دي بالعكس انت متخير ان انت بتحمل عيل لا انت بتزود قابليته انه يعرق والعرق لما ينشف العيل يبرد فعلا ويجيله نازلات برد متكررة